هذا شغل محمود ومقبول وعذر مقبول هذا عذر مقبول جدا في إطار المهام الدستورية تبارك الله لك سي جمال صباح تبارك إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرت سيدات والسادة الصحفيون سعيد جدا باللقاء بكم مرة أخرى في هذه الدول الصحفية التي تنعقد مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي وكما جرت العادة نبدأ بقراءة نص البلاغ الصحفي عقدت الحكومة يومه الخميس 12 جمد الأخيرة 1444 الموافق لخمس يناير 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة خصصا للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع نصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل الثاني والتسعون من الدستور في مستهل هذا الاجتماع تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع مرسوم رقم جوج 22867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي قدمته السيدة فاطم الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإيطار القانوني للإيواء السياحي الذي تعزز بصدور القانون رقم 18-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61-00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مصطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص الشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقاً للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر ويعتبر هذا الضابط بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمرين حاملين أو حاملين لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناء قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي وفقاً للقانون رقم 80-14 بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم 22-191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك ويأتي هذا المشروع طبيقاً لأحكام القانون رقم 40-13 المتعلق بطيران مدني وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو سنة 1944 ويهدف إلى وضع الإطار التنظيم المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات ويتضمن هذا المشروع أحكاماً تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها وشروط وكيفيات إقامة منشآت واجهزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها كما يحدد القانون القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية وانتقى لمجلس حكومة التداولي والمصادقة على مشروع المرسوم رقم جلس 22-874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب قدمه السيد محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والتقافة والتواصل ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار إعداد إطار تنظيم خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب الذي يطلع على الخصوص ببلورة استراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بشؤون النسوية والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بتعاول إقليمي والدولي في مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها ووصل مجلس حكومة أشغاله بالطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي للتطوير السياسات الهجرة بشأن إنشاء تمتيلياتي للمركز الدولي للتطوير السياسات الهجرة بالمملكة المغربية الموقع بالرباط في 10 نوفمبر 2022 ومشروع القانون رقم 59-22 يوافق بموجبها على اتفاق المذكور قدمهما السيد مصطفى بيتاس الوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير شؤو الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الودية وإدفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة وبموجب هذا الاتفاق يعمل المركز الدولي للطوير السياسة الهجرة تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة المغربية وتقديم الدعم الاستشاري والمساعدة التقنية الكافية لها في هذا المجال وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع السلطات المغربية المختصة واختتم مجلس حكومة أشغاله بالتدول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عولية بقل الفصل التاسع التاني والتسعون من الدستور فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة قطع التربية الوطنية تعيين سيد مولاي يوسف الأزهري مديراً للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكونات المشتركة بين الأكاديميات وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة قطع الرياضة تعيين سيد يوسف القاسمي رئيساً للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها سونارجيس وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطع المياه والغابات تعيين سيد محمد عكف مديراً عاماً لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موضة في قطاع المياه والغابات وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطع الفلاحة تعيين السيد عبد العزيز أيتم بريك مديراً للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورززة وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك تعيين سيد محمد بريويك مديراً للمعهد العالي للدراسات البحرية والسيد محمد الوافق مديراً لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ننتقل الآن إلى الأسئلة سيداً المدار المدار 21 جود الإعلام تيفي سعر يا الله سيد تفضل السيد المدار كين السلام عليكم سيد وزير الموضوع الذي يشغل بالرأي العام الوطني حالياً هو ما عرف بفضيحة امتحان محمد أولاً أريد أن أسأل هل تداولت في مجلس الحكومة هذا الموضوع الذي انتقل صده إلى خارج الوطن ثم ما موقف الحكومة من إصرار وزير العدل على عدم استجابة لطلبة ديال فتح التحقيق في نتائج هذه المباراة التي عرفت يعني وحد عدد الملابسات يعني تمسب نزاهة المتحان شكراً شكراً سيد وزير شكراً سيد وزير شكراً إعلام تيفي سامعكم سيد الوزير عندي سؤال وتساؤل سيد الوزير بعيداً عن في التساؤل التساؤل الوحد اللي عندي هو في القضية ديال الموحامات بعيداً عن السبزازات وبعيداً هل تساءل رئيس الحكومة وزير في حقيبة العدل عن من يستحق فعلاً الأهلية أن يستحق مينة الموحامات وشهادة الموحامات هل برلماني والأستاذ ورئيس قسم أو شعب عاطل الحلم دير وتكون أسرة سؤال ديالي سيد الوزير اليوم وحاول الأسبوع اللي فات أكتب في الندوة ديال رئاسة الحكومة أن المداخل ديال السياحة تزادش 120% بغيت غين عرفة سيد الوزير حيث كين هناك تناقض ما بين الحكومة ومكتب الصرف هانت نمشي بالأرقاء 2019 كانوا المداخل 72 مليار أنا غنوضح السي أنا غنوضح الموضوع ولكن نطرح السؤال سؤال ديالك رأوصل أنا غنوضح هذا الموضوع عاد غادي نوضح لك هتكين هناك أنا غنوضح لك هذا الموضوع هيدا وغادي نقول لك بالضبط النتائج اللي حققها عائدات ديال السياحة هتكسر من الفوصفات أنا غادي نقول لك أنا غادي نوضح لك طوالك الله عليك أولا نبدأ بالموضوع ديالسوء الفهم بخصوص أرقام السياحة بالفعل السبوع الماضي صرحت بخصوص النتائج التي حققتها عائدات قطاع ديال السياحة واللي تتطابق مع ما أعلن عنه لوفيس دوشونج يعني المكتب الوطني للصرف اللي بالمناسبة المعطيات التي تعتمدها الحكومة هي المعطيات ديالله هي المعطيات التي أصدرها المكتب الوطني للصرف فإلى غاية نبدأ بالفترة إلى غاية من الفترة من مارس إلى غاية أكتوبر بلغت المداخل السياحية 67.593 التي يقول المكتب الوطني للصرف مقارنة مع 56.434 مليار ديرهم خلال نفس الفترة من سنة 2019 وهو ما يمثل نسبة استرجاع بنسبة 120% بمعنى تزد 20% ما يمثل نسبة استرجاع 120% بخصوص المرحلة إلى غاية ما تم نوفمبر ونفس الأرقام التي كانت عند المكتب الوطني للصرف وصلت المداخل السفر 81.7 مليار ديرهم هذه المداخل سجلت ارتفاع بقيمة 153% مقارنة بفترة نفسها مع 2021 التي كانت 32.28 كانت 32 وصلت ولت 153 وارتفاع وارتفاع عن قيمته 12% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 التي كانت 72.9 هذا سؤال فهم وقع في التفسير الكلمة فين وصلت وتضاعفات أنا كنت قصد فين وصلت لذلك نحن 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 سؤال فهم إذا الأرقام التي نقدم في الأسبوع الماضي والأسبوع المصدر هو الصندوق الوطني هو المكتب الوطني للصرف الموضوع الثاني اللي في الحقيقة رحتيه بثلاثة بكم الموضوع يهم وزارة العدل شخصيا تحددت مع وزير العدل قبل قليل أكد لي شخصيا أنه عنده موقف واضح حول الموضوع سيشرحه في الساعات المقبلة شكرا لكم اشتركوا في القناة